أستاذ خالد بما أنه تكلمنا على العديد من البرامج التربوية البرامج الثقافية اللي تم تنظيمها من طرفكم أكيد أنه كان عندكم احتكاك مباشر مع الشباب الجزائري وتواصل مباشر معهم هنا حبيت نسق سيك على الحاجة اللي تمسوها لدى الشباب الجزائري واللي مش موجودة عند الشباب في العالم ربما أكثر شي لحظته عند الشباب الجزائري والذي لم أكن توقعه قبل مجيئي إلى الجزائر هو درجة إتقان الشباب الجزائري للغة الإنجليزية وكذلك درجة حماسة الشباب الجزائري لتعلم تلك اللغة العالمية فتجد فرقاً كبيراً بين الأجيال فيما يخص مد إتقانهم للغة الإنجليزية فأغلب الشباب الذين يكونوا تحت سن ثلاثين مثلاً أو خمسة ثلاثين يتكلمون اللغة الإنجليزية بالطلاقة كذلك بالطلاقة في بعض الأحيان